كما توج الأسد سوفيان رحمي رفقة ناديه العين الإماراتي بدور أبطال آسيا وفراسيل سوفيان رحمي 13 هدف هو الهدف وهو الأفضل في دور أبطال آسيا من العين من الإمارات ينضب إلينا سوفيان رحمي أهلا بك سوفيان أهلا وسهلا اختصانا شكرا على السيد عبار عرفت أنك سوفيان عارف أن عندك حصة تدريبية وعرف أنه خلينك معانة الآخر النشرة شكرا لأنك احترمت والتزمت مع الظاهرة بهذا المرور من مدينة العين الإماراتية شنو درت يا سوفيان هذا العام يعني تميزت وتفوقت وفي النهائي سجلت الهدف الأول والثاني وكنت وراء ضربة جزاء ما سر هذا النجاح شكرا خشي سنة على السدافة وشكرا الجمهور المغربي على المساندة طينات المشور ديالي في دور أبطال آسيا الحمد لله هذا مفضل الله سبحانه وتعالى هذا اللقب هذا غالي خصوصا لغاب على نادي العين منذ ما يقارب 21 سنة كنا نريد أن نشكره جماهير المغربية لحضرات بكتافة وأزرات سوفيان كان ما يقارب عن 1500 متفرج مغربي من دولة الإمارات كاملة كنا نريد أن نشكره والحمد لله هذا اللقب قيد نضاف الخزينة سوفيان وأنا فرحان به بالزال وتحنا فرحانين بولد بلادنا سوفيان الرحيمي على هذا العبور المميز مع العين الإماراتية أعدت للعين الإماراتي مجدا غابة عن الفريق الإماراتية سوفيان أنا عارفة أنك ما زال بقي في العين في ماذا يفكر سوفيان في الموسم القادم وبغيتك ستعيني خبر حصري للدهيرة فشك يفكر سوفيان في القادم والله صراحة تفكيري دابا مع المنتخب الوطني المغربي خصني نقدم إضافة له هو أول شيء لأنه كان في شهر ستاة إن شاء الله صراحة ما كانت فكر دابا بشي حاجة عندي واحد وقت ديال راحة ما قدر نقول لك زي ما ممكن تشي حاجة دابا صراحة صدقتك سوفيان مهم كانت مني لك كل شيء التوفيق كل الأسود الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة مع الأندية ديالهم وطبعا كان سوفيان رحمي اسم متميز هذا العام في الدوري الإماراتي والاسم اللي تردد بزاف هذا العام في الملاعب الإماراتية هو اسم رحمي كل التوفيق وكانت منه من سوفيان أنه يحقق ما يصبو إليها مع المنتخب الوطني شكرا لك سوفيان شكرا لأنك احترمت التزام ديالك رغم أنه عندك حصة إعدادية الآن شكرا لك سوفيان شكرا لك سوفيان شكرا لك سوفيان شكرا لك